هنعمل بقى دلوقتي يا جماعة كيكا لطيفة جدا هعملها في البايركس تعالوا نشوفها لشان نعملها عايزين ايه عايزين كباتين دي ايه معلقتين بيكينج باودر 4 بيض فانيليا 3-4 كوب حليب 3-4 كوب زيت معلقتين كبار باق بشر برتقال وعايزين معاهم على جنب معلقتين كبار كاكاو مع 3 معلق كبيرة من الحليب ولا اي حاجة بصوا هناخد اه على قد يلا هنحط البيض وهنحط كباية سكر معلش زودلنا السكر يا هب لو سمحت وهنحط الفانيليا شايفين كله كله في البايركس ولا هنعوز عجان ولا هنعوز بولة نعمل فيها اي حاجة كله في البايركس وبعدين هاخد البايركس وحطه في الفرن جمال الوصفة بقى مش قادر اقول لكم الزيت ماشي ماشي شايفين الجمال هاتوا بقى الولاد معاكوا يعملوها كمان هنبسطوا جدا هنحط بقى دلوقتي بشر البرتقال دقيق ومعاها الباكينج باودر وجاهزين باللبن او الحليب اللي هو اخر حاجة ولا تتعبوا نفسوكو دي كيكة الست المستعجلة لازم نسميها كده كيكة الست المستعجلة خلصنا يا حبيبي ايه دي الكيكة بتاعتنا جهزت هنعمل ايه بقى دلوقتي وجربوها وشوفوا اديها هتطلع معاكوا حلوة اصلا هوريكوا دلوقتي اللي احنا عاملانا بصوا هنجيب السباتولا بدل ما نمسح الاطراف ويروحوا في منادين المطبخ هذا الشيء انا لا أستغنى عنه ابدا السباتولا دي عشق بصوا متخليناش نهضر ولا حاجة بصوا بصوا اه ده امسح بقى وضيع في النعمة لا خلينا كده بننزل كل حاجة جو اهي خلاص احنا كده سوينا الكيكا بتاعتنا هنعمل ايه بقى دلوقتي هناخد الحليب اللي عندنا هنحط عليه كاكاو بس هنا كان فيه حليب دي اكبر شوية احسن لي نحط الكاكاو ونحط الحليب اللي عندنا ودي يعني خطوة اختيارية بصوا هنعمل ايه هناخد شوية من الخليط اللي عندنا من خليط الكيكا شوية صغيرين بس يعني قد كبشة كده مثلا كبشة مثلا كده نحطها كده هنا اهي خلاص كفاية كده كبشة زي ما اتفقنا وهنقلبها مع خليط الشوكولاتة بتاعنا حلوة كده نحرك ده بقى كده علشان يبقى ايه متساوي وهناخد الخليط بتاعنا ونبتدي ننزله على الوش نجيب بقى دلوقتي عود خشب او سكينة زي ما انتم عايزين وهنبتدي نعمل اشكال كده ملهاش بشة ايه يعني اشكال عشوائية يعني ولا على فكرة اللي بيخاف انها تلزق ما بتلزقش خلاص الكيكا بتاعاتنا جهزة حناخدها ونحطها في الفرن على درجة حرارة 180 لغاية ما تستوي وده بيكون شكلها بعد ما بتخلص اهي شايفين طرية وشكلها جميل جدا اهي اشتركوا في القناة